احنا اللي بناخد نفسنا ونرمي نفسنا في وحلة وفي غيامة وفي سواد الخزلان لما بيزيد عشامنا في حد فقير زينا زيه زينا زيه ظروفه زينا بالزبط فنتعشم فيه طيب هو هيجيب من اين اوقات كتيرة يقول لي او يتصرفه انا ليه مين غيره اقولك ليك مين غيره بس هو ليه ظروفه وليه حياته اوقات كتيرة بتجي عليه احوال التعب والضيء وانه بيكون مش قادر يعطي وانه هو بيورد عليه ظروف صعبة جدا 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 ومش قادر يحكي لك عنها وانت ما بتشاركوش فيها وهو لانه مفهومه عن العشم مفهوم مختلف عنك ما طالبكش بدا بل عذرك والتمثلك عذر لكن انت لان مفهوم العشم عندك مش صحيح لقيته ان هو لازم يبقى ايه يبقى معك ويعمل لك اي حاجة انت محتاج لها ام اللي يعني ايه صديق واذا ما عملش كده يعني اذا ما حلش ليه ما حلش مشكلتي يبقى مش صديق احنا عندنا مشكلة شوية اسمحوا لي اسمها لكم باسم مهم جدا مشكلة في العلاقات كده اسمها وكأن ابنتك كلم عن السوبر صديق او ساعات بتبقى تأليه احبابنا ان احنا نخلي احبابنا كده زي الالها فنطلب منهم ان هما يحسسونا بالامان والكفاية لما يكونوا جنبنا وإلا لو حسسونا بالامان والكفاية ما حسسوناش بالامان والكفاية في وجودهم يبقى هما ما عملوش حاجة يا جماعة احنا متعامل مع فقرة وضعفة زينا زيهم بالزبط ما فيش اي حد فينا يزيد عن التاني لان الوحيد سبحانه الواحد الكافي الاعلم بيك منك هو سبحانه ما فيش حد اعلم بيك منك ولا يعرف اللي بداخلك إلا الله ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ومحدش يقدر يكفيك في كل احوالك إلا الواحد أليس الله بكاف عبدة عشان كده فيه ناس بقى بتظن ان من العشم ان ما يكونش فيه خصوصية بس ده مش عشم في الحقيقة ده نوع من أنواع انتهاك إنسانية الإنسان وان حياة اللي بنحبهم لازم تكون كتاب مفتوح لينا بعوراتهم يعني بالتجسس عليهم بالدخول في خصوصيتهم فلو حد حب ما يتكلمش عن شيء شخصي ويحتفظ به لنفسه يبقى مش قد العشم ويا سلام على الأمصة بقى والخلاص انت تغيرت وانت ما بقتش تحس بان أنا قريب منك وانت من صديقي وانت ما بتحسش ان انت قد ايه بتخبي أسرارك عني او مش بيخبها صداقة عنك وبيعيش حياته الطبيعية ليه لازم يحس ان هو زي الإنسان العاري في الشارع او مش انت مش عشان صديقه لازم تعرف عنه أنفاسه ويبعلمت الصداقة انا عارف عنه كل حاجة كل حاجة بما فيه الحاجات اللي ما يصحش ان انت تعرفها يبقى صاحباتها مثلا تقولها مثلا خبر ان هي اتقارت فتحتها مثلا فتعتبر ان هي خزلتها قريتي فتحتك من غير ما تقوليلي ما جايز الأهل اللي عريسة اللي اللي ما تقولش ويبص بقى قمة العشم بقى العشم عندما يتجلى في اسوأ صوري تقولها اصلا هم طلبوا ان يبقى عدائق ومحدش يعرف حتى انا يما قالوا محدش يعرف ما انت حد انت من السبت انت حد فانا ما تعرفيش ويبدأ الناس بقى يقولوا انا ما استحقش منه كده انا استحقق اكتر من كده اكتر من كده يعني اكتر من كده ادخلك تقعد معاه في البيت تبقى في خصوصيته وفي الاشياء اللي لا يطلع عليها الا اصحابها تبقى انت جوز منها ما وده مصح ده انا عملت وسويت ونبدأ ندخل بقى ننتقل بقى من واجع العشم الى سوء اخلاق المن ان هو يمن بقى بالحياة بتاعته وما ان هو ده ما كانش محتاج لده فعشان كده احنا في الفترة الاخيرة عندنا ازمة في خطاب العلاقات لما بدأنا نكرس في الناس معنى الاستحقاق دي احد اهم الاشياء اللي بتعظم ازمة الايه ازمة العشم فخلينا الناس تحس انها مستحقة من غير انضباط الناس مستحقة ان هي تتعرف على اسرار الناس وعلى فضايح الناس من غير ما مش حققه انهم من حققه اذا تعرف اذا بيخطب واحدة من حققه يعرف كل زنوبة ومعاصية مش من حقق وده كاننا بنقول ان العلاقة جاية عشان مصلحتي انا وانك انت مركز العلاقات وعشان كده مركز العلاقة عشان كده انت اللي مستحق فبقينا نبرر فردانيتنا باننا مستحقين والناس مؤثرين دايما معانا لذلك هم مش مستحقين لاي شيء وانا مستحق لكل شيء وده نوع من انواع التطفيف يا عباد الله هذا تطفيف انك تشوف نفسك مستحق والناس مش مستحقة الله سبحانه وتعالى بيقول اوع ويلو للمطففين احنا متصاولين ان التطفيف بس بالميزان لما اروح اشتري لما اروح اشتري رز ولا اشتري حاجة ولا اشتري حاجة بالميزان هو ده التطفيف او اشتري حاجة بالمكيان لا التطفيف كمان فيه تطفيف في العلاقات ويلو للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون الناس بقى وقفوا عند الكيل اه لا والذين إذا كانت لهم علاقة مع الناس يسوفون وإذا كلوهم أو وزنوهم يخسرون